أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم حيث الأخبار والمواضع والأحداث والاترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم موضوعنا الأول لهذه الحلقة لا زالت التضحيات مستمرة من أبناء الحجز الشعبي المقدس لا زالت الأرواح تحصد في سبيل بقاء راية الوطن مرفوعة لا تزال الأرواح تستشهد يوما بعد الآخر في سبيل تمشية الحياة للمواطنين والناس والبلد وأن يبقى العراقيون بكرامة كل فترة تصير حادثة جديدة ومن يتصدى لها هم قواتنا الأمنية والحجز الشعبي في حادثة في حمرين في ديالة استشهد مجموعة من أبنائنا من أبطال الحجز الشعبي وهم على الساتر وكانوا يحمون المنطقة من دخول داعش الأرهابي هذه الرسالة عظيمة اليوم أولا قبل كل شيء الله يرحمهم ويلهم دويهم الصبر والسلوان ولكن هذه الرسالة عظيمة مفادها أن العراقيين عندهم رجال شجعان يدافعون عن بلدهم لآخر الرمق واللي قدامكم تشوفوا حجز الشعبي والقوات الأمنية اللي دائما ما تشوفهم يتصدون للإرهاب في كل المحافظات وهذه الرسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني هذه المحافظات حمرين وأيضا أطراف كركوك وإطلاع الحمرين وغيرها لا تزال بيها مجموعة من العصابات القذرة خاتلين مثل الفيران خاتلين بالجو القاع شلون ما الفار أو من يحفر ويختل جو القاع هذا ولا بعدهم يراد صير حملة على كل الفارين من أصابات داعش الإرهابية اليوم ولدنا جاء تستشهد ولكن يجب أن نسحقهم سحقتان حتى ما تترمل نسوان ولا تتيتم أطفال من ناغات خلنشوفوا الموضوع وتفاصيله وماذا كان ردفع للناس حول الموضوع يقول الخبر بينهم آمر فوج استشهاد وإصابة سبعة من منتسبي الحشد الشعبي باشتباكات مع التنظيم الإرهابي في حمرين في ديالة بينهم آمر فوج استشهاد وإصابة سبعة من منتسبي الحشد الشعبي التعليقات كانت إحسين يقول الرحمة والجنة لأرواحهم الطاهرة مع الأسف هاي القيادات والأبطال دماؤهم تروح بسبب الحواظن أما إسماعيل يقول الله يرحمهم برحمة الواسعة إننا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل سعدي يقول باستشهادهم إن هدمت أسرة وكسر ظهر أب وأخ وأخت وفجعة أم وتحطمت أحلام زوجة وأطفال حزن يخيم على العائلة طوال الأمر لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون والشفاء العاجل بالجرحة أبو علي يقول الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكن فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان والشفاء العاجل إلى المصابين بحق محمد وآلي محمد هلال يقول هنيئا لهم الشهادة اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس توفيس وهو موضوع تشهاد عدد من أبطال الحجد الشعبي في حمرين في ديالة مثل ما قلت لكم اللي يوم بعد الآخر جاي تحصد بأرواح شبابنا وأبطالنا من القوات الأمنية والحجد الشعبي مثل ما قلت لكم يجب تنظيف هذه المناطق بشكل تام لأنه إحنا ما نتحمل يومية خبر ويومية فاجعة موضوعنا الثاني في هذه الحلقة والترند أيضا اللي صار في مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء محمد الشعاع السوداني خلال الكلمة اللي ألقاها قال العراق ما يصير يبقى بما معنى يعني ما يصير يبقى يعتمد في ميزانيته على النفط يقول لا يمكن الاستمرار بسياسة الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للموازنة هذا الكلام اللي اتفقوا يا جميع أنا واحد من الناس هسه داريدا طرائي المفروض احنا ما نعتمد اعتماد كله على النفط أفتح المصانع عدنا آلاف المصانع الزراعة الكهرباء أقدر استثمرها وغواي الموارد عندي أقدر استفيد منها وخلي البلد الموانئ الموانئ النقطة مهمة زين؟ وغواي شغلات عندي أنا اقدر استخدمها في سبيل انه ما نبقى فقط على النفط كمصدر رئيسي ما يقارض 99% من ميزانية الدولة هو النفط 99% اليوم رقم رهيب جدا اليوم أنا سأريد أعلق على هذا الخبر من رأيي الشخصي أشوف أنه الموضوع يستحق الدراسة ويستحق الأخذ بعين الاعتبار أنه أكريس زراء قدر يفكر وقدر ياخذنا النقطة شنا نناذي بيها من زمان لا وهو النفط في يوم من العيام ويمكن يخلص النفط وإن الروح إحنا لكن الزراعة ما تخلص النقل والموانئ ما تخلص المصانع وكل شيء تصنع هذا ما يخلص قلنشوف الخبر وتفاصيله وأيضا ردود أفعال الناس يقول لا يمكن الاستمرار بسياسة الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للموازنة يقول محمد الغانمي صحيح كلامك مبارك الله بيك كم الميناء الفاول كبير وطريق الحرية الراف الثاني بدل النفط والزراعة والصناعة وتعيش سياسة الرئيس أو الرئيس سعد يقول سعدياني يقول افتح المصانع المتوقفة صار لها اثنين وعشرين سنة وخلي العالم تشتغل هذا تعليق سعد علي يقول يا الله لابد من أن يكون اختصاد حقيقي للعراق مبني على الزراعة والصناعة والتجارة والاتصالات والمواصلات والجباية الحقيقية للضرائب والمنافذ الحدودية الخزعلية تقول فعلا المفروض تشجع الصناعة والزراعة وتشغيل كافة المعامل التي أوقفت هذا التي أوقفت هذا هو مصدر الدولة الرئيسي بالإضافة إلى النفط عمام عبدالله تقول جدا اتفق المنافذ الحدودية مورد آخر استيراد السيارات وضريبة كل سيارة داخلها هذا مورد آخر الاهتمام بالصناعة بالصناعة بالمصانع والمعمل الموجودة حاليا وتجديدها الاهتمام بالزراعة هذا مورد مهم قبل 17 سنة مريت الطرق في إيران كل مزرعة بيها معمل للألبان ومفقس للبيض ومنحل للعسل هذه كلها موارد فعلا هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا موضوع تصريح محمد الشيعة السوداني حول أنه ما لازم نبقى نعتمد على النفط كمصدر رئيسي للموازنة وهذا الشيء اللي يتفق معاه الجميع اليوم النفط ممكن يخلص اليوم النفط ممكن ما يبقى أضافة إلى ذلك إحنا ممكن نزيد الموازنة من خلال هاي الأعمال اللي إحنا ممكن نسويها افتتاح المصانع اللي مغلقة صار لها سنوات تنشيط العامل الزراعي اليوم الزراع عدنا في موضوع جدا مهم يعني استذكر الزميل ظفر علي في برنامج برنامج أرض السواد جاي يودينا الأماكن ويودينا الشغلات ما كنا ندري بيها عدنا أرض خصبة صالحة للزراعة عدنا مياه ونهرين بعيدا عن الجفافح لا هسا جاشته نقدر نستفاد من المي وبالمناسبة صارنا سنين نبشي ونقول ونحكي يا بالسدود السدود السدود لحد الآن ماكو أي سدود على العموم هذا موضوع مهم أتمنى تفكر بي جديا يا رئيس الوزراء يا محمد الشغل السوداني موضوعنا الثالث في هذه الفقرة هو موضوع غريب من نوع التي تظهر أمامكم الآن هي سيارة الإسعاف التي قد تأتيك عندما تكون بحاجة لها قد تمر بوعكة صحية أو لا سامح الله حادث عرضي كل هذه الأمور أنت ممكن تحتاج سيارة الإسعاف لأنه في سيارتك الشخصية ما تقدر تنقل المريض في بغداد الازدحامات ممكن إذا شافوك تمشي سريع ما رح يطق مجال ما عباله ما أنت عندك حالة طارئة ما يطق مجال يخبث عليك عادي هاي المهم هو أصلا غلط أنت تمشي سريع بسيارتك الشخصية ولكن سيارة الإسعاف سيارة مهمة واحد بس يسمع السارينة مالتها يفتح مجاله وخليه على العموم يقول مدير عام صحة نينوة يقول نستحصل إجور كروة من المريض لغرض نقله بالإسعاف إلى المستشفى حتى نشتري بيها بوانزين حتى نعبي بيها بوانزين هكذا يقول مدير عام صحة نينوة فلاحظ طالب في تصريح يقول ناخذ إجور الكروة من المريض حتى ندير بيها بوانزين للسيارة كارثة هاد وأنا أعرف أكو غير ناس ممكن لعدهم بوانزين وعدهم شي بس ما يطلعون إلا بفلوس من زمان نحن كنا نعرف أنه التعليم والصحة بالعراق مجاني الشعب العراقي صح شعب غني لكن هناك طبقة جدا كبيرة هي تعاني من الفقر لأنه هو مو الشعب غني لا هو البلد غني ولكن الشعب فقير البلد غني بالخيرات بالنفط بالمياه بالأرض الخصبة بكل شيء ولكن الشعب فقير فإحنا متعلمين التعليم والصحة بشكل مجاني واحدة من أهم النقاط اللي ممكن تخليك تسوي ثقافة أنه الناس تخابر الإسعاف من السرعة هذا حالة طارئة أنه أنت تسهل أمرهم تجيهم بوقت أقل زين وما تطلب منهم كروة ولا فلوس احنا بالعاكل يردون منعدهم فلوس كروة هذا ما موجود في تصريح مدير صحة نينو وخلنا نشوف الموضوع تفاصيله وماذا كانت عدود الأفعال هاي السيارات من الإسعاف بالمناسبة سيارة الإسعاف أيضا مرات ما حد يطهيها مجال تمشي ايه نعم في بغدال مرات تنباوة سيارة الإسعاف والله كناس يمشون قدامها سريع حتى يتمشيهم وكناس هاي مراتانة ساويها بالازدحامات أجي أقف وراها أقف وراها لأنه يمشي حتى هنا بسرعة أطلع وراها بس كناس ما تطهيها مجال تمشي مزين وأيضا مرات شوفنا تقرير بالتلفزيون سيارة الإسعاف هو تقرير يعني تمثيلي أو تجربة اجتماعية مثل سميها سيارة الإسعاف قدامه بكية شغل صافرة يديق لهورين يريد ما يوخره بالكية ما يوخر لو كان أكو مريض بيه على العموم يقول فلاحط طائي نس تحصل إجور كروة من المريض يغرض نقله بالإسعاف إلى المستشفى التعليقات صباحي يقول والله عدنا نفس الحالة تحير بالمريضة تحير شلون تحط الإسعاف بانزين هذا إذا حصلت إسعاف طبعا لأن الأمر يحتاج وساطة سميرة البدراني تقول بلد النفط تاخذ أجور أو كما قال السيد المدير العام كروة من المريض ثمن البانزين لنقله بالإسعاف إلى المستشفى إلى أين وصل الانحطاط من دولة لا تجهز الإسعافات بالبانزين لنقل المرضى حسبنا الله ونعم الوكيل تعليق من جاسم يقول الدولة التي تحترم مواطنيها تستخدم الطائرات للإسعاف ومرضانا حتى الكانون يجب أن يشتريها على حسابه الخاص أما بس ما تقول لعبت ونفسنا كل شي صاير بفلوس حتى الهواء لو الروح يمكم كان أخذتوها من زمان آخر تعليق من الدنيا تقول سين هو دا يموت شون يدفع لك الكروة وفرضا ما عنده تعوفوه يموت في الشارع استغفر الله ربي بلدنا حتى الحظيظ عبره بيد الله هذا كان موضوعنا الثالث في فقرة فايس تو فيس ألا وهو موضوع سيارة الإسعاف ومدير عام صحة 2 واللي يقول احنا نستحصل أجور الإسعاف حتى ننقل المريض لأنه فلوس بانزين ما أبنى كذبت لقد أجور البانزين مئة ألف استخدم مئة ألف على الخروج السيارة مئة ألف واناكو بانزين بمئة ألف اليوم وين انا فول سيارتي فول تسعة عشر ألف فول خمسة واربعين مدر لقد مدر كم لتر خمسة واربعين من الخمسة واربعين لتر كيف يشير سيارتي ما لسعار مئة لتر مئة مئة هاي هم ماربعين ما تصير أربعين خمسة واربعين ألف أو خمسين ألف تأخذون مئة ألف مرة تأخذون مئة وخمسين ألف هذا واقع حال خلينا خلينا لا نجامل ولا نشذب ولا نحاول نضم وضعنا الرابع والأخير في فقرة فيس تو فيس المرورة العامة دائما ما تصدر قرارات وهذه القرارات تصير عليها لغط تصير عليها كلام وآراء والناس تختلف عليها آخر قرار صدرته مديريات المرورة العامة الظاهر أمامكم لايت لايت الزنون الأبيض أكو سيارات يجي منها وبيها لايت الزنون وأكو سيارات يشده يشتري ويشده المرورة العامة قررت أن الزنون بعد ما يمشي وتصير عليه غرامة تنحجز السيارة لأنه ممكن يذعين المقابيل بالليل هذا هو القرار اللي أصدرته مديرية المرورة العامة إحنا إذا أريد نحكي على المرور العامة ما أكو هاي أخطاء ممكن إحنا نسؤلف بيها يعني مثلاً هو شي جبرا يشد لاي الزنون لو أكو بالطرق الخارجية أضوية هذا محمد القاسم في وسط بغداد ما بيضوية سريع قناة الجيش ما بيضوية شوارع سريع الغزالية ما بيضوية شوارع كبيرة في بغداد تعاني من الظلام الدامس عتمة يعني حسن واحد للناس أكره هذا اللايت الزنون أمانة الله هذا يذ العين إذا واحد رمش لي بي عيني تروح مقابيلي أو خلفي ولكن موضوع الأضوية أنا متأكد إذا سويته الإنارة وتعاونته إياه أمانة العاصمة أو البلدية وسويت الأضوية ما راح يحتاج السائق إلى هذا اللايت وإذا شفتوش هذا اللايت أخذوا منه السيارة ليس فقط تغرموه أو تحجزون السيارة قلنشوف القرار وشنو كانت ردود فعل الناس تقول تنويه الأضوية العالية الزنون حسب توجيهات مدير توجيهات السيد مدير المرور العام المحترم اللواء طارق الربوعي ستقوم مفارز مديرية المرور العامة بمحاسبة سائقي المركبات الذين يستخدمون الأضوية العالية الزنون ليلاً لأنها تؤثر بشكل سلبي على السائق وتساهم ساهم فاع عالة في حصول الحوادث المرورية لذا تدعو مديرية المرور العامة جميع سائقي المركبات الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية وستكون محاسبة شديدة وصارمة من جرية المرور العامة العلاقات والإعلام بعد ما كتزنو خالي أبو الشارجر أبو السورنتو هاي الجديدة همينها زنون أبو الأوباما همينها زنون بعد شنو اللي تأتي زنون يا سيارات شارجر أوباما الجيب هم بيها هواي زنون الجيب اللي أريده بعد شنو اللي تأتي زنون خالي بعد ما كوا شدوا أصفر حالكم من حالنا مثل ما شفتوا يقول سنو حاسب محاسبة الذين يستخدمون العضوية لأنها تأثر بشكل سلبي على الساق في حصول الحوادث المرورية ما على الرسول إلا البلاغ المبين بعدنا بلغناكم ونشوف شنو ردود فعل الناس وأصحاب المحلات التي تبيع اللايت الزنون يقول كامل يقول يفترض تمنع أصلا من الاستيراد أي شيء غير مرخص به يمنع من الاستيراد وتداوله لدى التجار والوكلاء وبنفس الشيء للدراجات والتكتك والستوتات وغيرها بسم الله والديك خالد ممنون عدان يقول مدير المرور يعامل المواطنين بقوانين بريطانية ويوفر للمواطنين خدمات الصومان تصريح بي وجهة نظر يعني يقول يعاملهم معاملة بريطانية قوانين بريطانية ويوفر للمواطنين خدمات الصومان ثالثة علاقة بي وجهة نظر كبيرة مهندس رياضي يقول مو خوفاً على الناس ولا حرصاً على القانون إنما تعظيم واردات تعظيم واردات قصة يعني بالجيب تصير واي فلوس يقول أمجد وفروا نارة في الطرق وبالأخاص الطرق الخارجية ساق ما راح يحتاج فيك أنارة ونفس الوقت يقلل الحوادث حتى الميشوف يقدر يسوق بسهولة أشرف يقول أنا صاحب محل سووا سووا طرق خارجية بيها حظ وناقص إذا أجيب منهن بعد مو كلهبة بالطريق مو كلهبية بالطريق تقل لك أنا ما أعرف وين تحشون أطلع أطلع شارع خارجي أطلع شارع خارجي وشوف الوضع شنو وبعدين المدير ها أفتهمت غزك والله يعني يقول أطلع شارع خارجي وشوف الوضع شنو وبعدين نحكم لو خاف أحد يمرمش بعين المدير ونزل هي شي قرار جوز أحد يمرمش بعين المدير يا أخي إحنا بعد ما نعرف هذا كان آخر موضوع في فقرة فايس تو فيس وهو موضوع اللايت الزنون الأبيض اللي بعد منا وغاد راح تتم محاسبة الناس اللي يستخدمون اللايت الزنون مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام فقرة فايس تو فيس فاصل قصير فقرة ترند تيوب خليكم ويانا أحد يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام أهلا وسلم بيكم في فقرة فنبي تيوب حيث الفيديووات اللي بتكون منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي سواء محلية أو عربية أو عالمية الفيديو اللي عندنا لهذا اليوم هو فيديو جميل جدا لشيخ رجل بألف رجل قام نجله برمي إطلاقات نارية بأحد الأعراس ماذا فعل لنشاهد نحتاج منه كثيرا هواي هواي نريد مثل هذه الشخصيات في البلد هواي نريد آباء مثل هذا الأب هواي نريد عقل وحكمة ومنطق وتفكير مثل هذا الرجل اللي قال خرق كلام المرجعية وقانون الدولة وقانون العشايا فعلا الرمي حالة غير حضارية آمنتوا بالله إحنا شعوب عربية وعدنا بالطهور الرمي بالعرس رمي بالفاتحة رمي بالعراضة رمي كل شي نهيك عن الدقة والعركة والمعرف بس اليوم إحنا في زمن تارمية الطلقة توقع لها على بشر ممكن يفارق الحياة مثل ما قال الشيخ أن المرجعية حرمت هذا الشي والدولة وقانون الدولة ما يسمح بهذا الشي بالتالي من أشوف فيديو ومن تطلع للناس يجي فيديو وصير ترند وتصير رائعام لازم كل الناس تاخذ حكمة ودرت اليوم الرمي ممنوع لأنه يضر هواية ناس تلقى ناس مرضى البيت من يسمع صوت الطلق يفز تلقى واحد جا يمشي بالشارع توقع علي الطلق ويموت تلقي سيارات تتأذى تلقي بيوت تتأذى اليوم نحن نشوف أكو سيارات مرات على البنيت تلقي لو على الصندوق لو على القمر أثر طلقه واقع عليها لو بيت واقع على السبلة لو واقع على القمرية لو واقع على الشباش لو على فيا مواطنين الأعزاء يا شبابنا الرمي أو أتمنى كل واحد يرمي يكون عد أب مثل هذه الشيبة المباركة الطاهرة هذه الشيبة المباركة لأنه ما طول ما قبل على الغلط بالتالي لازم الناس تقتدبيه نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا تقول فيحاء شلون تعرف الشيخ الحقيقي هذا مثال الله مثال إلهم الله يحفظك إن شاء الله يشاء الله يقول بارك الله بيك يا ريت كل عائلة تساند هذا العمل وتقتدي به وتقتدي به ليكون العراق خالي من الأسلحة ونعيش في الأمان أو بأمان أما عماري يقول القانون والتربية تبدأ من الأسرة ومن ثم البيئة وبعدها المدرسة فإذا كانت النواة للتربية وهي الأسرة جيدة تكون النتائج دولة ومجتمع قوي ومحترم ومطبق للقوانين هذا أب صالح ومربي جيد نرفع له القبعة ونحييه على هذا الموقف المثالي في التعامل مع القانون أعقال يستحق التحية والاحترام أنت كاتب أعقال أعقال لا أعقال يستحق التحية والاحترام أكيد طبعا أحمد يقول الله يبارك بيك وبأصلك يا بطل أنت أشجع من جميع الشيوخ التي تشجع على طلاق النار في المناسبات عسى أن تكون خير مثل لهم كي يتوقفوا عن هذه أو هذا الإجرام هذا كان آخر تعليق أدنا في هذا الفيديو الذي انتشر بصورة كبيرة جداً في مواقع التواصل الاجتماعي موضوع الرمي باشر عقبة راح ترجع راح تصير بطولة الخليج بالتالي راح يرجع وانتخبنا يلعب مانا ما حد يرمي ولو منتخبنا جاء يخسر فبالتالي الرمي قل بس أتمنى كل شخص عنده بندقية أو 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 ومسدس عم يتقف وصلنا 2022 قطل بصرفنا نظمة كأس العالم هسه مباراة الافتتاح أنا عفتها 2-0 وواحد ما حسبوه للكوادور زين فأتمنى شوي نرتقي بالفكر تحاول نفيد بلدنا أكثر من الرمي الفيديو الثاني اللي راح نسول في بي ما عرفاني هم أكبار بالعمر يعني شباب شلون يجوي هنا شلون شلون وصلوا اثنين هم سوء واحد اختنق وجتان راضي يطلع وقع ما عرف فيديو غريب بس قلنشوف الفيديو مع العمال النظافة اللي لحقهم الدفاع المدني قبل لتاخذهم الكابسة مع النفايات وراها نسولف هواي حتي لازم نطلعه خلننشوف الفيديو قبل كل شيء الحمدلله على سلامتهم وإن شاء الله ما بهم شيء ولكن ليش كل هاي الهوسة ليش كل هذا الصياح ليش كل هذا الرعب ليش يا أخي ناس في كارثة وجايع ناس متخصصة حتى تنقذهم انتوا شنو انتوا هاي الهوسة والصياح ما الناس العادية حسن واحد ناس كل شيء ما افتهمت اخواي نشوف احنا بغير اماكن ناس الدفاع المدني تنقذ ناس الناس بعيدة ما حد موجود وساكتين ويدعون يا احنا فوقا هذا عيط يا أخي هو المريض هو اسمه مماذا اسمه المكان الحادث عبو الحالة مني يشوف هذا الموضوع يحس بروحه مات خلاص فادنو عذاب القبر راح يوصل يا مواطنين العزاء فزعتكم ويا الحادث حلوة يصير الحادث بالشارع بارك الله بكم اجا اهلي الاختصاص الدفاع زين ولا انت اشطر منهم ولا عندك المعدات اللي يعدهم سحلموا المجال ولا تظل تعيض هس اذا اكمرات حوادث احنا نشوف حادث السيارة يصير الناس تركض ايه ام هاي بارك الله بك عليها تنقذ لك الشخص تنقذ لك مواطن بارك الله بك وبس من توصل الدفاع المدني او يوصل الاسعاف كتر على صفحة واخر شويت اللي عليك هس انت الدفاع المدني جاي حاول ينقذهم ولا حادي يحكي ولا صياح عم الله اكبر مو ماتوا من الرعب ما لصياحكم ماتوا هسا هم شباب ما ندري هسا احنا حالتهم شنو ما نعرف بس اتمنى يكونون بخير شنو اللي يوقعهم بالكابزة اثنيناتهم سوى ما ندري زين بس اللي لفت انتباهنا اللي صار من خلال الفيديو العياط والهوسة اللي ما انزل الله بها من السلطان يا جماعة الخير اتمنى ننتبه لهذا الموضوع رأسي قام يوجعنه من قد ما احتي والله العظيم طبعا انا بس حتى ما احد يقول ابالغ زين خلي نسمعكم الصوت من جديد مخرجنا اتمنى تعيد ليها من جديد مشكلة حتى الدفاع المدني ما خبصوا الناس واحد يقل سد سد واحد يقل افتح هسا هو ابو الكابس اشي يسوي سد له يفتح اش يدوس اش يدوس والله ما ادري يا اخوان رحم الله والديكم سويت العليك اجل الدفاع المدني واخر خليش تغلب راحته اترجاك خلي نشوف التعليقات يقول ابو طاه الحمد لله على السلام دفع الله ما كان اعظم شكرا للرجال الشجعان في الدفاع المدني على مواقفهم والشجاعة والمشرف لانقاذ حياة المواطنين في المواقف الصعبة الافتحية واحترام لكم يا رجال الدفاع المدني اما حسيني يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله على سلامتكم برك الله بجهود الدفاع المدني وكل جهود الخيرين الذين انقذوهم واجعلها الله في ميزان حسناتهم اما حيدر يقول حوادث غريبة على رجال الدفاع المدني وكالعادة احنا هوسة وخبيصة ومن يترك رجال الدفاع المدني يشتغلون براحتهم فلازم نلتم ونسوي هوسة على الفارغ عشتيدك حارث شنو هارث حارث اش اسميك هارث سرجون او سرجون شنو هذي سمه يقول الشخصان كبار وليس صغار ايش دخلهم في الكابسة المهم الحمد لله على سلامتهم هذا التسأل انا هم تسألت بس ما عرف شدخلهم مصطفى يقول الحمد لله على سلامة وشوف خوف الناس خطيئة عليهم الله يحفظ الجميع بس لا صح ما يخبصون المنقذين انا بالفيديو ارتبكت من الصوت من الصوت فالهدوء مطلوب ونرجع نقول الله يحفظ الجميع وطبعا من خوفهم على الاخوين هذا اخر تعليق عندنا بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر ايضا الفيديو مشكلة الدارة اللي يمشون بها يمكن عدل من هاي الدارة ما لاتنا يمكن عدل زين فيمشون بشكل لا احد لا رجل تروح لا احد يتحرك منا لا منا لا لا يمشون بالدارة زين عبالك عساكر لوفدهم مبرمجيهم زين دارة عدلة عدلة يعناك تفضل شوف ما حط لعشوف هم انت هستدولة ياقلون يكمل يرجع للدارة يرجع يفترب يرجع يفترب مكانه هاي طب يأكل الجوعان يرجع يفترب هاي صالهم 18 يو يتسون هاي انا شيترجع من الصين شيترجع من الصين هو الصين هاي بلانهم هاي باع باع دارة شون عدلة ممكن عدل من هذا الخط الاحمر شوف 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 ويعني 12 يوم ليل صبح عصر ما عايش يوم صار لهم على هاي الحطة يمشون زين المشكلة تحكي يقول لك هاذه ظاهرة تسمى بالمادر حد رحم الله رديك كرم نفس كوتك زين لا ظاهرت كاي ماذا من جاي بها واخو ناس تجي تقول لك والله هي الصين اش تترجع من الصين انا شا قول اقول خل نشوف التعليقات بلكت واحد بلكت واحد نفتهم من ورا خل نشوف شي يقول مثلا زمن اي زمن تقول تقول زمن تذكرون صوت الحوت قبل جائحة كورونا منظلينا نستهزئ به وفعلا صارت كارثة وراها صوت سمع في ليبيا والجزائر والبعض قالوا في مصر وهاي الان نفس الحالة لان الحيوان هو الوحيد يشعر بالشيء قبل حدوثه والله اعلم شبي زمن نهاية العالم حاسس فيني قاعد على فيلم ميش رعب شن السالفق شن السالفق مسلم يقول هذا مرض الدوران عند الاغنام وهو مرض بكتيري معدي والاسم العلمي له دائل اليستيريا احسك جذاب احسك جذاب احسك جايبها كوبي بيست المسبب له الاعلاف المتعفنة او قد تكون الاماكن غير النظيفة وللاضافة يصيب شلل جزئي للوجه وعلى الاغلب الجانب الايسر لذلك هم في حال الدور لأن عندهم الجزء الايسر غير شغال وللعلم هذا خطير على البشر اذا لم يتم معالجته اش نتوقع عن الصين كل سنة فيروس وامراض والبشرية مبتلية نباتر على البشر البشر يطل يش يمشي اسأل بي اخوي انا حسك ما ادري احسك يعني تشاق يعني رانا تقول داي لعبا شد يا ورد ليش حايرين العلماء اي شد يا ورد شد من هي الورد مدرش اللعبة مع البنات من يفتر عن قبل لست يجي تشبه البنات شد يا ورد ما يصير شي يقول على يقول هذا مرض الدوران عند الاغنام والاسم العلمي له داء الليستيرية انه ما اخذ التعليق من القبلك يسبب شلل جزئي للوجه وعلى الاغلب الجانب الايسر انه اش طلعتها يا عمي لذلك في حال الدوران اولى حديث ان بعد لان نسخت يبا عرفتك التناسخة والله عرفتك ناسخة لأن مستحيل نفس هذا داء الليستيرية دخلينا نفتار الليستيرية انا احسكم علينا ما اعرف بعد يقول نبيل ماكو داعي لهذا الكلام اين العلم الذي درست ولم تفهموا منه شيء هذا مرض وهذا اخطر مرض يصيب الاغنام وسمى مرض الدوشان وهذا سبب تناول اطعمة مختلفة بسبب راعي الغنم انا عندي تعليق جان من الكونترول يقول هاي الحالة طبعا احنا كمنا تعليقات الناس يقول هاي الحالة الاغنام من تحس بخطر تخلي صغارها في دائرة وهي والكبار السن وهي تظل تفتر حواليهم حتى يحموهم من الخطر اذا نرجع للتعليق الاول اللي زمن احنا حششنا عليها قالت الحيوانات تستشعر بالخطر فاذن التعليق تعليق سيد علام ممكن هو اقرب للواقع من هاي التعليقات كلهم بصراحة يقول السبب العلمي انه من يحس انه خطر يخلون الصغار والكبار في دائرة في الوسط وهم يصيرون شون لحزام الدائرة حواليهم حتى يحموهم هذا التفسير اللي قدرنا نسولف شاهديني الكرام وصنع الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة بذلكم كمواللا ترجمة نانسي قنقر